السلام عليكم كذيرين لبس عليكم امركم زيانة نتمنى تكونوا بي خير وعلى خير وانتم ما تشوفوا هذا الفيديو اول حاجة نقول لكم شكرا لكم من القلب الخالص لقاع البنات وقاع الناس اللي يخليوا لي تعليق زوينة وخغير بنقطة وخغير قليب شكرا لكم والله لك تفرحوني بزاف بزاف بدوك تعالق ولي اول مرة تشوف القناة اختي مرحبا بك معك هاجر نتمنى من قلبي انك تشاركي معايا في القناة وهكا بجديد القناة القدام ونكبرو العائلة دينا ونقول للناس اللي وليداتهم يقروا في الباك وسيزيام وقاع الوليدات اللي عندهم المتحانة ومنهم محتى ولدي انا اللي عنده السادس هذا العام الله ينجحهم والله يوفقهم يا ربي يا ربي والله يصر لهم والله يفرحنا بهم كاملين البنات ويكونوا من الدرية صالحة ان شاء الله يا ربي وهذا الشي اللي نطلبو كلية قادمة للماذا ل perfect والله يرزقون الذرية صالحة ها ربي فتفرحكم و كيف لم ترون في هذا البداية هذا غائط و الجيد لدي ا overtыч و SAM انا ضمتون ح Darren الدرية كيف يمكنك أن تنظم وقتي و لا تسترس يعني من يجيون الناس يلقوني انانيت قلتها معهم وانانيت مثالية وثاني حاجة اللي كن حمق عليها ومشي كنقولها البنات حيث تبغيت نقولها فهي صفة فكندير واحد صفة لبنات أسهل صفة في العالم تعلمتما عندما مالله يحفظها لي والله يطوي لكم عمر وواليدكم يا ربي يا ربي عارفتي شنوها البنات أسهل صفة ممكن تديروها وهي هذي اللي غنتشاركها معاكم اليوم إن شاء الله مهم هنالي غنبداليكم أول حاجة كنت ما كنتشوفوا معايا هاد شركان بالليل خديت البرمديالي درت فيها هكا الماء وهنا درت الصفة كناخد صفة بدل المرس كنديرها تسخون بالزيز بلحت شي حاجة هنا باش نتفادى اي مشكل و اي اكسيدان تقدر تطلاليه في هاد صفة فدهنتها بالزيز قبل ما نديرها تفور يعني هنا في الولا المناس كتتاخدوها كتدهنوها بالزيز اي سفارة ماشي ضروري تاخدو شي ماركز عمام سيانا مهم أنا هنا كنخدم بسفة ديال العبار خديت هنا شوية ديال السيز دهنتها درتها هكا في فليكسكاس غادي غير تسخن ما غاديش تفور غير غا تسبدأ تسخن سافي غادي نحيدوها يعني هنا مني غا نحيدوها عاد غا تسبدأ الخدمة ديالكم في السفة صارحة واحد طريقة لسالة وغا ترحموني الوالدين عليها من شاء الله فهد العيد هذا ادلوها هكا تفرحوا بها لعائلة يالكم سافي هنا من بعد ما سخنان كنخدمها عاد كنخدمها بشوي ديال السيز انا قلبتهم يعني في اللول دهنتها بسيز في الثاني مكين لاش ندهنها انتمنى تكونوا فهمتوني مهمتم تما في الثاني دهنوها بشكت فاده وانها تتعجل لكم سافي من بعد هنا غا نخلي واحد تسبرد تماما وغا نعودو نرجعوها لفورا لولا يالله ذا بب حلا يالله هنفوروها لفورا لولا وما يمكن تمنا نكون شرح لكم بالتدقيق وفيديو راهم وضح راسوا براسوا سافي هنا درت هذا با يالله هتفور فورا لولا هنخلي حتى تفور مزيان هنا لبنات شوفوا ليه كي طلع ذاك الفور مزيان زيان من بعد كنخذه ونقلبوها في هذا الماء اللي كان التحت في البرماء هذا الشيء لش بديتكم الماء في الأول انه يكون كتير هذاك الماء اللي كانت تفور به في الأول هنه غا نديروها في البرماء وغا نديرو لها مع القصغيرة ديال الملحة ضروري الملحة باش نعادلو لها الضوغ ديالها وغا نبقاو نحركوها تقريبا من خمسة دقيق حتى سبعة ديال الدقيق ما تفوتوهاش البنات بالمقانة غا تحتبوها سبعة ديال الدقيق بالضبط غا تتحيدو تصفى من الماء وغا تتصفىوها في الكسكاسكي في المدرس انا وغا نديروها للروبيني انا هنا حيث نصور معكم ما بغيتش مدرن خربقكم ما يمتديو الكسكاس ديالكم للروبيني وحاولوا تغسلوها بالمبارد من الروبيني مزيان باش تحبسوا ليها الطياب ديالها باش تحبسوا لي هادك سخونية نتمنى نكون كان شرح مزيان اختي ركزي معايا يختف هاد سفرها كتجووارا ميهي هنا راني كان نغسلها كيف ما كتلكم نحن نديروها للروبيني وغسلوها حتى تحسوا بها بردات هنا انا كنغسلها بحالها صافي نحن نغسلها هنا شوية غد سقطر ومن بعد غا نحولها لواحد زلافة او لاكس لانتم احضروا بها وغا نجدها غاتبات ليلى كاملة حتى سباح ان شاء الله ونكملها سوف نكمل طياب في هذا المقطع الثاني سوف نكمل المقطع الثاني سوف نكمل لكي تفهموا ولكن في المونتاج حاولت نجد لكم كل حاجة بوحدثة لكي لا تتلفي سوف نجد برد في الصباح في الصباح البنات هنا سوف نجد لها شوية الناس ليلة جيدا سوف نضيفها ثم سوف نقوم بتوزيلوا كي لا يمكنة من خلال الصباح سوف نبهر الملد من الملد منتاجها الانجزة نضيف هي امسل نضيف الملد سوف نقوم بولة عالية ونضيفها في الصباح الملد اضافة الاجراء خلق جديد اضافة ملطة بزارة كنجبير خلق جديد اضافة ملطة خلق جديد اضافة ملطة وضع ملطة تقريبا لبدي الحامضة بحكم أنه يزع مدير 4 جهجة تقريبا لنا ما نعرف ثلاثة هذا المونتج كان قديم كيفما كنت لكم على درقة قديمة لبنات هذا المونتج كيفما كنت لديه قديم تقريبا للمنطقة مدير الخرقوم بالبلدي طيب و هيا نضيف الزعفران الزغباء و السبب في التجاج و الطياب سوف نحرك المكونات كاملين و سوف ناخد الزعفران الزغباء هذه الساعة للمشروع تفاجه من الصباح هذا العجل في الروح دعننا كما ادخل ايجا و ننشكر نصف في الحظ نتوقع في الول فقط تحضيرها في الاسباح البداية فقط تفاجه بالأروج يجب أن نشربه بالليل و قبل 1-2 ساعتين إذا كان لديكم العراضة في الصباح و حتى الربعة بحالك يجب أن يكون طيب فيه إذا كنتم بحالي أنا نسجيكم على الوحدة يعني الـ 12 ونصل وحدة تحت الغضاء فأخصينا ما كيش الوقت لكنا نعرفوا بكنا أن الججج يبغي تبع المهل يبغي البوطة تكون ميتة سافي هنا أخذ الدجاج ديالي سبارك الظهرة كبير هنا شر ملتوكي فيما كبلكم مزيان مزيان سوف نأخذها معا حتى نكمل جججة كاملة و نعود و نطلقها وهنا أصبحنا و أصبح الملكولي لاسافر سوف تبليكم صفاف وحد العلبة باتت فيها هذي كل قدامكم وهنا خسير النهور رضي الله سبحانه وتعالى طلع وهنا خديت البرايمة ديالي و القاميلا ديالي اللي غادي نطيب فيها ججج بطبيعة الحال بيتو في تلاجه سفحتها هي بطبيعة الحال كثبت في تلاجه حتى الصباح نشاء الله و نبدأ بالتتيم مدية العراضة الناس اللي غا يقولوا لي او صفا غتبات سوف نخليها حتى الصبح و نتدعق و ما نبس صلاة و ما نبس صلاة و ما نبس مرق نحيط عليها نقص عليها شوية و صافي باش انا من تسترس سوف تكوني بوحدة و يدي وحدة و ربي لك عوين و صافي صافي هنا كيفما كتشوفو درت سجج ديالي طيب اغتبا لكم زلت ناشي طريفات سدوك ستمع لقبل الوليدات الصغار باش كنحط لهم طبيلة ديالهم يعني بوحدة سجج داروري كنحطوه على السجر ديالو و كنبقاو نتقبوه بحلقة غير بشوية و نقلبه و شطاب و للا من كتقل بهم مل المخيضات تراك يبدا لكم لم يكن صافي هنا كيفما كتشوفو ايلا كنت حتى ما امزال ما كنتش علياه يعني عجبا لأولئ قبل كنت تغير بصيلة و وحدة صغيرة و من بعد عد كنكمل البصيلة يعني يغضيه البصيلة يعني ديال الدغميره نظف هات البصيلة اه اه اللجاج حتتو علي الوجه ديالو كيفما كتليكم اه اه زد ليه الزيت بارك الله كيبغي خير زيت قريبا اشكاس هنا مخلط ما بيه الزيت البلدية و الزيت الرومية سوف نقطع البصلة البيضة يستحسن انكم تستعملون البصلة البيضة سوف نقطع البصلة البيضة سوف نقطع البصلة البيضة السفة السفة ثقلت السفة سوف نقوم بماثراء اضافة نتجس طريقه معلقه يزيد المعلقه صغيره حموده وملوحه نتجس طريقه نتجس طريقه نشاط طريقه سوف نشارك معكم الطريقة في تقديم شلادة نقصوا بلدية و مغربية و عادية و ننظم الوقت نقصوا بلدية و نقصوا بك نضيف ملحة و اضافة الروز و اضافة الروز كنت تشارك معكم غير هذا الشيء اللي قدرني علي الله وقدرت أقول الحمد لله أنا فرحانة أهم حاجة من العراضة هي أنك تكون فرحانة بالضيف ديالك هنا كان وجين عندي عائل الزوج ديالي أول حاجة قدي نقولها لكم هي أنكم تستقبلوا الضيف ديالكم بالابتسامة وتفرحوا بهم وتكبروا بهم فهذا الشيك يكون عنده قيمة كبيرة كثير من ذك الشي اللي غدي تحطي ليهم فلحتتي ليهم ما نعرفش وكنت مغوب شفوشهم فما كي لاش أصلا ديك العراضة من الأفضل أنك تستقبلي ناسك بالابتسامة العريضة والقلوب تكون صافة هذا هو المهم سابقتي هنا كملت الروز يالي غدي نحرك وغدي نروف واحد للمون وغدي نكمل معاكم شلع دان تبقوا معي حتى الاخر ديال الفيديو هكا باش تشوفوا واحد الروز هذا كنظن ان بزاف ديالناس ما كديروه مع العلم انه كيجي راقي جدا واحد طريقة ديال الروز وكيجي بنينه ومني كي يكون كياكل عندك الواحد والله هالبنانس ما كيعرف رأسوا شنو كياكل لأنه فعلا كيجي خطير هذا كنت تخديثوا معندخويا الشاف محسين رادكرتو معاكم في فيديوهات السابقة وغنعود ندكره معاكم حسن دخلو تشوفو في تيك توك ان شاء الله شاف محسين البناس تبارك الله عنده ما يقول اللهم بارك مهم اهنا خديث من عنده هاد لغوست هادي اهنا كنظلقوا الروز كنديرو في القرقاع هذا الروز هذا كيجي حلو وكيجي مغاير تماما للروز اللي اللي يضقتوه من قبل فقد ديرو في واحد شوية ديالزبيب القرقاع كديرو في واحد ياغورت يكون حلو بنك هاد الفانيلا كدفوا لي الاناناسي لكانت توفر عندكم فأنا مكانش عندي ومادرتوش انتو ميلا توفر عندكم الاناناسي لكيجي في واحد المدق خطير جدا أضفت علي السكر ساندة و هنا ها غدا نضيف له حتى شوية ديال shell مشماش اللي غدا نقطعه قطعه صغيرة جداً و هات قطعه قطعه صغيرة جداً كدو تقطعه كشي صغيرة او Projektشي سغير و هو ور بزاف 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 بزافة لبناس باش من كيي يكون فيه واحد وماكيبانش بنسبة لي انا اتفاح فقد ذهنو ضروري في الخلب اولا كتر اللي حامضة بشكل موسيقى بشكل هاد فلاسال صلم في السلاط و اضيفت اشلاء ساشي ديالفاني وممكن تضيفو حتى شوية ديالز هذا هو الروز يجربونه يجربونه كسلاة نضيفه في الطبق نضيفه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تتخلصوا بشكل جيد اشتركوا في القناة كمالت لادة ودجاج كان طب ودخلت الفران كانت تحمار ودغمير كمشتوا معايا أتبارك الله ماشاء الله هجاس وواقفة وزوينة بزاف سوف ندخر الدار كما قبل ما يدخلوا الناس يستقبلهم بالبخور ورليحة طيبة سوف ندخل حلوة في البلاتوهات باستخدام الحلوة ونضع الحلوة باستخدام الحلوة لقد اضع الكيسان لتحضر الكيسان المناضة ونظروا كل شيء موجود وكل شيء مقاد وكل شيء مصيب هنا كنت معاولا انا وحد سيدة الله يرحم لها الوالدين وصافي حتت لهم هنا المريقة كانوا يختيب غول فريز فوق من تجاج فلبيت لهم طلبهم على العلم ان الفريز مكدرش نهائيا فهذا النوع من انواع لي الجاج بالتغميره هنا كنت اضعت لهم مع صلاة ماروكا ومن بعد سوف ندوز واختي باش نتشارك معاكم الصفة قدمت غير على هذه الطريقة هذه طريقة اللي هي بسيطة وزينة بطريقة بسيطة ولكن كيف ما اقول لكم هاد الشيخ سيره كان قبل بشي عام دابه هاد العراضه واجي عندي خسي داب نفرجك الصفة دابه واجي نوريك الطريقة تقديم اهههههههههه هاد التبديم هاد الترى سوف تجد الشيخخ خسي 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 نقدر يا اوهههه هاد الشيخ خسي دابه واجي نتشاره للمجانive الحلوات لهم من زمان البنات وصلت المشكلة هي الحلوة للفيديوية يجبها مع الدواء كلاس وينا بوليك وثيرا البيض لك الماران ماران وكلاس كنا تغذينا سالينا و دا با غضينا نحط لهم هكا الحلوه و اهتي و هكا شوية دي الفاكهة مهم زو قط بي لابدك شي لقسم الله و كل واحد خيره في داره و البنات كيف مكتلكم اللما هي كل شي لما هي كل شي لما هي كل شي لما عنده خيره في داره صافي كان هذا هو الفيديو دي اليوم كنتمنى من قلبي انه ينار اعجابكم و هما تبخلوش عليها البنات بالاشتراك في القناة بسلام عليكم خليتكم في امان الله و حفظه سلامه